تتواصل أعمال إنشاء ميناء الفاول الكبير في مدينة البصرة والذي يعتبر المحطة الأولى لمشروع طريق التنمية الذي يمتد من الميناء بمسارات سكك حديدية وبرية متعددة باتجاه تركيا مشروع الاقتصاد الأكبر للدولة العراقية من حيث المساحات التي هيئت للاستثمار والطرق لإنجاح هذا الاستثمار والميناء الكبير الذي نحن الآن متواجدون فيه فتاح الشركة على الشركات العالمية من أجل دخول متعدد إلى هذا المشروع كونه مشروع كبير ويستقطب أو نعمل على استقطاب جميع الشركات من كافة الدول العالم المشروع الذي يشتمل على إنجاز طرق وسكك حديدية وموانئ ومدن جديدة سيكون المحطة الأولى ضمن مشروع التوزيع داخل العراق ومنه إلى أوروبا عبر تركيا طريق الرابط لمشروع ميناء الفاول كبير الذي يبدأ عند مشروع ميناء الفاول كبير وصولا إلى أم قصر الذي يعتبر هذا جزء من طريق التنمية بعدين هذا الطريق يمتد من أم قصر ووصولا إلى منطقة فيشخابور على الحدود العراقية التركية مشروع التنمية لا يتضمن طريق بري فقط وإنما طريق خطوط سكك حديدية بممرين ذهاب وأياب ويرى خبراء أن مشروع طريق التنمية في حال إكماله ودخوله الخدمة فعليا سيمثل محورا رئيسا للاقتصاد المستدام غير النفطي ميناء الفاول بعد إنجازه بشكل كامل سيساهم على وفق الدراسات بما يقدم بنسبة 9% من وزنة العراق الاقتصادية لماذا الاهتمام بميناء الفاول؟ هذا الميناء الذي يعد تأسيسي لقناة التنمية أو ما تعرف بالقناة الجافة قناة نقل المتعدد الوسائد ومن المؤمل أن يسهل المشروع المعروف باسم طريق الحرير إجراء الأنشطة التجارية بشكل أسرع وأكثر كفاءة من خلال شبكة سكك حديدية وطرق سريعة يصل امتدادها لنحو 1200 كم تنطلق من أكبر ميناء في الشرق الأوسط من ميناء الفاول الكبير إلى تركيا يمتد طريق التنمية الذي سيشكل وفقا لخبراء عنصرا فاعلا يرفض الاقتصاد العراقي بإيرادات مالية ضخمة كونه سيحول البلاد إلى منطقة نقل رئيسة تربط آسيا بأوروبا نجح العابد الحراء البصرة